نشدت الأمم المتحدة مجدداً الدول التي تعهدت بدعم تمويل خطة إنقاذ نقلة النفط المتهالك صفر بسرعة إرسال الأموال لتلافي كارثة بيئية قد تضرب المنطقة بشكل كارثي الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي قالت إنه يجب على الدول المانحة الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات وغيرهم من الدول المانحة الإسرع في تحويل الأموال التي تعهدت بها لتفادي ما يمكن أن يصبح أحدث أسوأ التسرب لنفط في العالم منظمة Human Rights Watch في بيان لها أيضاً قالت تعهدت حكومات وشركات بتمويل عملية الإنقاذ إلى أنها لم ترسل أي أموال حتى اليوم وأكدت أن المرحلة الأولى من العملية لا يمكن أن تنطلق ما لم تحصل الأمم المتحدة على مبلغ 80 مليون دولار أمريكي كاملاً في البنك